جبتلك الحل الأقمن والأسرع وكمان الأقوى لإزالة الشعر بدون ألم في سواني هيزيل الشعر بدون ألم وكمان هيقلل نمو الشعر ده كمان الشعر مش هيطلع بسهولة تاني أفضل وصفة ممكن تستخدميها بأمان جرب الوصفة دي الجد وهتعجيبك جدا ما تدوش بقى تعملوني اللايك كبير وكمان شير لصحابك علشان يستفادوا لإن فعلا الوصفة النهاردة مفيدة جدا وسهلة وكمان حلمي ناس كتير نفسها تعمل سويت بدون ألم السكر والخل آه زي ما انت شايفة كده السكر والخل أقوى وصفة هتستخدميها لإزالة الشعر بدون ألم بجد خاطرة وأحلى حاجة فيها إنها آمنة وسهلة وكمان طبيعية وجميلة جدا يلا بينا بقى نشوف الوصفة ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو لصفاك علشان عايزهم نستفادوا زي ما انت هتستفادت كده ما تبخليش عليهم وعلي باللايك يلا بينا أول حاجة هجيب معي حلة تكون غويتة أو كسرولة أو كناكة جبيرة المهم إنها حاجة تكون غويتة أحط فيها كباية واحدة من الخل الخل من الحاجات اللي بتقلل نمو الشعر وكمان من الحاجات اللي بتعقمه طهر وجميل جدا وهجي فعليهم كباية مليانة من السكر السكر طبعا كلنا عارفين فوايده إيه وفي نفس الوقت بيشيل كل الشعر من الجدر هقلب كويس جدا لحد ما دوب السكر تماما في الخل زي ما انت شايفة كده الخطوة جي مهمة تركزها عشان تطلع معاك مصبوطة اللي بيهم بقى كويس لحد ما يدوبوا كده وبعد كده هبدأ إن أنا أرفحهم على النار بعد ما يدوبوا أنا هنا بحاول أوريكي الخطوات خطوة بخطوة مش هقطع من الفيديو أي حاجة علشان تشوفي أنا هعمل إيه هنا رفعتهم على النار تكون عالية في الأول لحد بس أول ما تبدأ تغليب وإحنا لازم يكون إيدينا فيها زي ما انت شايفة كده وتفضل يتقلب يتقلب لحد ما السكر يدوب معاك تماما ما ينفعش أشيل إيديا من على النار عشان ما تتلسي عشان ما تتحرقش مش هتنفع معاك لازم نفضل نقلب وكمان نوصل لغاية ما تبدأ كده تغلي معينا زي ما انت شايفة كده يفضل يقلبي شايفين أنا كل ده مش عايزة أقطع حاجة من الفيديو علشان قاطر الدنيا تبقى ماشية معاك مظبوطة وشايف أنا بعمل إيه هقلب بقى كويس كده لحد ما يدوب معايا وهنا بقى ابتدى في أول الغلايان وطيت النار هنا وطينا النار خلاص أول ما غلي معينا هسيبها بقى حوالي من خمس دقايق لعشر دقايق على النار هادية جدا هسيبها وتفضل تغلي زي ما انتوا شايفين كده تمام هنا بقى عايزة أوريكي الشكل بعد ما غلي عمل زي بصوا في فقوعات بعد ما شلتها من على النار شايفين كده معايا بتجت تستويق أو دخلت معايا في المقدار المزبوط هنا بقى طبعا انتوا شايفينها خفيفة لا هي لسه هتتقل معنا بس تصبري هنا هو ده الشكل تمام هبدأ بقى ان انا افضيها في اي حاجة ووضة طبعا تقدري تعملي منها كمية لو انت عملتها مظبوطة وبالمقدار بالضبط وكلام ده كله تقدري تعملي منها كمية وتشيليها زي الواكس كده وبدأي ان انت حطيه في علبة وبدأي احتفظي بيكل لما تحب تستخدمي حطيه في المكروف ثواني وبعدين طلعي هيثبت معاك هنا انا فضيته في علبة او برطمان كبير وهضيه في اللون اللي انا محتاجاه عشان يبقى زي الواكس اللي برا بالضبط انا عن نفسي حبيت احط اللون الازرق طبعا الكمية دي ما شاء الله تعمل جسمك كله على فكرة جميل جدا جدا وممكن جمان يفيد فهو بصراحة حلو قوي انا حطيت اللون الازرق وهبدأ ان انا نقلبه كويس لحدا ما اللون يبدأ كده يخش في كل السكر بالخل اللي احنا عملناه الخل اللي احنا عملناه في اول الفيديو اللي يكون ببيت الخل ده بيقلل واجع السويت برضو عشان تبقى عارفين يعني ما تخافوش من واجع الازالة خالص كمان لسه اقول لك على كريم سحر تحفق جدا كل حاجة اقولها لكم بالتفاصيل في الفيديو للناس اللي تجد بتخاف تعمل اه واكس او سويت هنا بقى الكريم السحري طبعا انا مغطيها لشان خاطر اه ما يبقاش اعلان او كده فهنا الكريم ده سحر سحر للناس اللي عايزة ما تحسش اصلا انها ولا بتعمل سويت ولا بتعمل واكس هنا المفروض بتحطي حتة وبتبدأي تدعاكي لحد ما يختفي خالص من على الجسم زي ما انتو شايفة وامن جدا اقدر استخدمه في منطقة الاندر ارم ومنطقة البكيني عايدي جدا انا عن نفسي باستخدمه كده بحط حتة مناسبة وابدأ ان انا ادهن جسم لحد ما يختفي معي زي ما انتو شايفين كده وهبدأ اسيبه عشر دقيق من عشر دقيق لربع ساعة تلاقي الجسم كله نمل خالص وتقدر يتعملي السويت او الواكس بجد سهل جدا اللي عايزة اسم الكريم تكتيب لي في وانا هبعت لكم الاسم الكريم خاص آآ بالزبط هنا بقى معي الناس اللي بتعرق الناس اللي هي آآ بتلزق فيها الحاجة او ما بتعرفش تتملك في حوار السويت حتي حبة نشا او آآ بودرة اطفال انا باستخدم النشا جميل جدا باخد حبة كده وابدأ اعفر بيه الايد والجسم والكلام ده كله زي ما انتو شايفين اهو عفري بيه جسمك او عفري بيه ديكي جسمك كله رجلك المناطق اللي انت بتعرق فيها او انت بتزيلي منه السويت كده انا قلتلكو الخطوات الصعبة جدا او المؤرفة جدا في حبار ازالة الشعر او في موضوع السويت او الواكس هنا طبعا الواكس بتاعي برت وتقل هو مبردش اوي بس هو بصو بيتقل كل ما هيتقل معاكي انا بس حبيت اواريكي وهجربه معاكو اهو شايفين جميل جدا جدا وزي اللي بتشتري من برة وبصوا احلى كمان حاجة عملها بيهديكي حاجة عارفة انت عاملها ازاي وكمان اقدر احط في الواكس بتاعي دوت زيت النمل او زيت السعد علشان قاطر يقلل نمو الشعر وما الشعر تمام بديل الليزر طبعا لو حابين اعملوك في جهات تانية من نوع ده هعملها لكم اشكال مختلفة واحسن بكتير ان بعد اما بحط الواكس على ايدي او جسمي او اي حتة بجيب معايا المناديل اللي هي الشرايح بتاعة ازالة الشعر اللي هو اللي انتو شايفا ده ممكن كمان لو ما عنديكيش هسهل عليك خالص اي فلان قديمة من بتاعة جوزك او ابنك اللي هي البيضة دي اللي هي الداخلية قطعيها الشرايح هتبقى اقوى واحسن بكتير وهتشيل معاك بكل سهولة جميلة بحط الشرايح على الثويت زي ما انتو شايفين او الواكس كده وبسيبها لمدة خمس دقايق وببدأ اشد دلاء الشعر كله طلع تماما من الجذور وكمان تحفة جدا 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 وسهلة جدا زي ما انتو شايفين كده بصوا انا عايزة اوريكي اني كل لما بيعد بيتقل ازاي شايفين مسير خالص ولسه هو سخن لما يبرد فالس يبقى احلى واحلى بكتير بصوا بجد جميل يا بنات جربوه هيعجبكم جدا 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 عايزة بقى تجربوه بجد واكتبولي في الكومنتات وقل لي ايه رأيكم يا رب يكون سهل وبسيط وكمان خفيف واحلى حاجة فيه انه جميلة جدا جربوه وكتبولي في الكومنتات باي باي اشتركوا في القناة